يعني كتير حلو لما ذكرت أنه في نظر مين الأعمال الصالحة وبعدين السؤال الثاني كم من الأعمال الصالحة نحتاج حتى نرضي الله وإم تم نعرف سؤال الثالث متى سنعرف أنه الله فعلا وصلنا للدرجة أنه ها خلاص بأعمالنا استطعنا أن نرضي الله مع أنه الله بيصف أعمال برنا كل حتى اللي بنعمله نجسة كخرقة نجسة في نظر الله وأحب أقول أن الأعمال الصالحة في مقولة يعني شيطانية عند الناس أن الأعمال الصالحة تشيل الأعمال الواجهة هل ده مبدأ حتى مقبول عند البشر يعني مثلا واحد قاتل وبعدين غني وعنده فلوس يقول أنا حبني مستشفى لليتامة وملجأ لل مش عارف مين هعمل كده ويعمل كده هل ده يخلي المحكمة تبرقه من جريمة القتل اللي عملها الحكاية دي أنا بحكيها وحصلت عندنا في مصر فعلا والمحكمة البشرية لم تبرق الرجل رغم كثرة أعماله الخيرية اللي بيعملها لأنه قاتل والقاتل مش أنك تبني ملجأ ولا تبني مدرسة ولا تبني مستشفى يبقى خلاص براءة لا مفيش كلام زي كده عند العدالة الأرضية اللي هي مش كاملة فما بالونا عند ديان كل الأرض الذي يصنعها والله ينظر إلى القلب وبشوف حتى يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة لا